مرحبا جارت انتخابات الليجان النيابية يوم الثلاثة الماضية بحيث تم انتخاب أربع لجان اللافت أنه نواب تكتل التغيير جربوا يصوروا لنا أنه إجراء انتخابات الليجان هو سابقة وهو إنجاز لأن ما كان يصير قبل وهيدا الشيء منه دقيق الشيء الثاني اللافت هو سيطرة حزب المصرف خاصة النواب المصرفي أنطون الصحناوي على أهم اللجنة يلي هي لجنة المال والموازنة رح نحكي بهالحلقة عن هالنقطتين نقطة إنجاز وهمي للتغييريين عبر إجراء انتخابات الليجان ونقطة وجوه لجنة المال والموازنة المحسوبة بمعظمة على حزب المصري ولكن بداية بتمنى عليكم مثل العادي تشتركوا بقناة المحطة على يوتيوب عبر السبسكرايب وتحضروا الحلقة للآخر وتعملوا لايك وتشاركونا آراءكم وتعليقاتكم وتابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وفيسبوك وتيك توك وتويتر وتدعموا محتوى المحطة إذا بدكن عبر الاشتراك بموقع باتريون الموجود بالدسكريبشن تلاتة الماضية خيضت المنافسة الانتخابية على أربع الليجان لانتقاء أعضاؤهم يلي هنه لجنة المال والموازنة الإدارة والعدل لجنة الأشغال العامة ورابع لجنة هي لجنة الاقتصاد باقي الليجان طلعوا بالتزكية وباقي فيه لجنتين يلي هنه لجنة الصحة ولجنة التربية المفروض اليوم الجمعة بعد الظهر يتم انتخابهم وهيك بيكونوا تشكلوا الليجان وعددهم المجمل 16 لجنة إجراء انتخابات الليجان منه إنجاز ومنه هدف بمرمى قوى الأحزاب هو استحقاء دستوري بيصير مرة بعض الانتخابات النيابية بالبلد وبيرجع بيتكرر كل سنة الليجان تنتخب مع كل دورة انتخابية وبيرجع بكل سنة وتحديداً بشهر تشرين الأول تجدد الليجان اللي كان يصير أنه بعض الدورة الانتخابية تنتخب الليجان وهالشي صار بالتنين وتسعين وصار سنة الستة وتسعين وصار بالالفين وصار بالالفين وخمسة بستة وتسعين حتى استمرت انتخابات الليجان بستة أيام فإذا بعد الدورات الانتخابية يعني بعد ما يصير في مجلس نواب جديد بيصير انتخابات الليجان وهيدي كل عمره تصير وبالتالي يلي عم بيجربوا يصوروا لنا يا إنجاز هو مجرد إنجاز وهمة هلأ التجديد يلي بيصير بشهر تشرين الأول من كل سنة غالباً ما بيصير انتخابات لأن بيكونوا النواب الجديد يلي ربحوا لأول مرة بالانتخابات النيابية بيكونوا أخذوا على الجو وعرفوا الأمور كيف بتصير فبيتم تعديل الليجان بالاتفاق بيجي نايب على هاللجنة بينتقلم قبيل ونايب آخر على لجنة تانية وهيك هيدا أولاً ثانياً والأهم يعني فضلاً عن إنه إجراء الانتخابات مش إنجاز لأن كل عمره تصير بعض الإطلاع على النتائج بيتبين إنه الانتخابات كانت شكلية فولكلور ديمقراطي ما أدى لأي نتيجة تغييرية بحيث باية القوى التقليدية على حالة مع تسجيل خرق بسيط لنواب التغيير يلي فوزهم إجا أصلاً بدعم أو بتصويت كتل الأحزاب وهيدا ما كتير بيختلف عن التوافق باية الانتخابات بإطار التوافق بعيداً عن أي منافسة ديمقراطية منتظرة من العملية الانتخابية يعني باستثناء إبراهيم منايمني يلي ربح بعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الأشغال العامة ما حدا غيره من التغييريين قدر يحقق خرق ويفوز بعضوية لجنة عبر الانتخابات وفي كم نايب غيره من التغييريين انضموا للليجين يلي صار عليها توافق يعني لو قبلوا التغييريين بطرح بره كان طلع لهم أكتر نواب بالليجين الرئيس نبيه بره كان طرح على النواب اقتراح التوافق وقال لهم لتكتل التغيير انه بيطلع لكم نايبين أو ثلاثة بمعظم الليجين الا انهم ترشحوا بأعداد تفوق عدد نواب الليجنة وراحوا على الانتخابات يعني بسبب خلافاتهم وبسبب تزحمهم ونكاياتهم طلع لهم عدد أقل من النواب بالليجين مع العلم وهون يعني بين قوسين في كتير تساؤلات حول مدى أهمية الانضمام لهالليجين الليجين كدور منوط فيها كتير مهمة وهي واحدة من المهام النيابية إلى جانب المهمة الرقابية والسياسية والانتخابية والمهمة التأسيسية تعديل الدستور والمالية الليجين هي المطبخ التشريعي للمجلس المطبخ التشريعي للأوانين يعني مشروع بيجي من الحكومة على المجلس الرئيس بري بحيله بموجب قرار على الليجين المختصة رح أعطي مثلا يعني مثلا إذا في مشروع قانون بناء مدارس بينحال على لجنة الأشغال لأنه بناء مدارس لجنة المالية لأنه بدها ميزانية ولجنة التربية لأنه عم نحكي بمدارس هاي هي الليجين المعنية بهيك نوع مشاريع كل لجنة بتدرسوا لحال وبتقدم تقريرها إذا توافقوا على إقراره بينحال على الهيئة العامة للمجلس لطرحه والتصويت عليه إذا ما تم التوافق عليه يحال للجنة المشتركة ليدرسوه ويطلعوا بالتقرير موحد وبيرجع بينحال للهيئة العامة يعني عند الخلافات تتدخل الليجين المشتركة وعلما أنه أي نايب بحق له يشارك بجلسات الليجين بحق له يقدم تروحات وتعديلات لدرسها من قبل أعضاء اللجنة وإدخالها ضمن التقرير ولكن ما بحق له يصوت ضمن اللجنة بس هايدي النقطة منا مهمة لأن القرار النهائي هو عند التصويت من قبل الهيئة العامة وأي نايب رح يلعب دوره التصويته بالهيئة العامة هيدا كان الجزء الأول من الحلقة بالجزء الثاني رح نحكي بشكل خاص عن لجنة المال والموازنة يلي فاز فيها نواب حزب المصرف بأغلب عضوياتها هيدا اللجنة هي بالمبدأ أهم لجنة ومعظم مشاريع الأوانين تحلق لها بذكر بأسماء نواب لجنة المال والموازنة عنا علي حسن خليل حركة أمل براهيم كنعان تيار وطني حور راجس سعد تابع لأنتون الصحناوي أيوب حميد أمل حسن فضل الله حزب الله ميشيل معوض كمان تابع للصحناوي سليم عون تيار وطني غادا أيوب قويت ألان عون تيار وطني حر جان تالوزيان كمان نايب الصحناوي فؤاد مخزومي مستقل بقدم نفسه على أنه مستقل غازي زعيتر حركة أمل علي فياض حزب الله براهيم منيمن تغيير غسان حاصباني قويت إيهاب مطر جماعة الإسلامية وجهاد الصمد قدامى المستقبل من بين هيدا الأسماء في أكتر من ستين بالمية محسوبين على حزب المصرف وهيدا مؤشر خطير ثلاثة منهم تابعين لأنتون الصحناوي يعني هو عنده بالمجلس ثلاث نواب اللي هني معوض والسعد وتالوزيان ثلاثتهم داخلين بلجنة المال والموازنية اللي بذكر هي واحدة من أهم اللي جال الصحناوي صاحب مصرف أسجاب قال هذا الرجل مقرب من الأمريكيين والفرنسيين وعلاقته ممتازة بالسعوديين هو أحد أبرز المؤثرين واللعبين بالدولة العميقة وأحد أركان القطاع المصرفي هو من الشخصيات يلي بتلعب دور بارز بالساحة السياسية والمصرفية وهو من صناع القرار يلي بيكونوا بالظل بالعادة مش كل الناس بتكونوا بتعرفوا لا بالشكل ولا حتى بالاسم ولكن يلي مثله بيكونوا أكثر تأثيرا وأقوى بكتير من الأحزاب المعروفة والشخصيات السياسية التقليدية إلى جانب نواب الصحناوي فيه نواب كانوا سابقاً بلجنة المال والموازنة ولعبوا دور سلبي جداً خاصة بما يتعلق بخطة التعافي المالي يلي قدمتها حكومة حسن دياب بالـ 2020 مثل نائب طيار الوطن الحور إبراهيم كنعان يلي كان أحد رؤوس حربة إسقاط خطة التعافي المالي يلي كان ممكن تحد من حجم الكارثة وتلجوم الانهيار يعني نائب كان بهيدا السوق بأداءه بلجنة المال والموازنة يرجع على عضوية هاللجنة والأرجح يترقصها اليوم منعرف شو هو هالتغيير؟ علماً أنه هيدا النايب بالذات معظم التغييريين وعلى رأسهم النايب بولا يعقوبيان ما عندهم مشكل معه إلى جانب كنعان في عنا ألاعون يلي ما كتير هو محارب للمنظومة المصرفية بل بيحكي بكتير أماكن بما يصب بمصلحة المصارف هو متبني رواية أنه لازم الدولة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها لترجع للناس وضيعهم هيدا الحكي كتير بيخدم المصارف وبيدافع عن أصحاب المصارف نواب حركة أمل ما بيفرقوا عن النايب براهيم كنعان بالدور السلبي اللي لعبوه لإسقاط خطة الإنقاذ علماً أنه بوقتها كانوا النايبين ياسين جابر وأنور الخليل يلي أصلاً ما ترشحوا بهيدا الدورة بس المقصد أنه هني كجهة سياسية شاركت بإسقاط خطة إنقاذ 2020 حتى علي حسن خليل نايب علي حسن خليل يعني ما أثر أوس على الخطة علماً أنه ما كان عضو باللجنة السنة هو صار عضو باللجنة من جانب القوات في غسان حاصباني يلي بيقول أنه التعافة المالية لا يمكن أنه يصير إلا بتحميل الدولة خسائر كبيرة من خلال استخدام أصولها يعني عملياً عم يدعي لباع أملاك الدولة بهدف حماية أصحاب المصارف وتجنيبها تحمل خسائر المودعين وهيدا خطاب بيخدم أو بالأحرى هيدا خطاب هو خطاب حزب المصرف لجنة المال والموازنة أمام استحقاقات مهمة أمام دراسة الموازنة استحقاق دراسة الموازنة استحقاق دراسة خطة التعافة وملف الرسم الجمركي هل هيدا الطبقة اللي شكلت أعضاء اللجنة مؤهلة للبات بملفات هالأدبت حيكي احتياجات الناس وشأنها المعيشة بيظل التعويل على كم نايب بينعدوا على أصابع الإيد الوحدة للوقوف بوجه نواب المافيا المصرفية والدفاع عن حقوق السكر ترجمة نانسي قنقر